اهلا بكم احبائي واصدقائي متابعي قناة حكايات ونويدر سبحان الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب في مقتبل عمره تزوج بفتاة وعاش سويا في سعادة ورخاء ولما طول عليهم الامد بعدم حمل زوجته قرر الذهاب للاطباء واجراء بعض الفحوصات لزيادة سعادتهما بقدوم طفل اليهما يزيد عليهم الحياة نورا وبهجة وكانت المفاجأة عندما اخبرهم الطبيب بان زوجته عاقر لا تنجب ولا حتى باجراء عمليات الحقن المجهرية لم يأسى الزوج في بداية الامر واخذها لطبيب اخر وغيره وكانت الطامة الكبرى عندما اكد كل هؤلاء الاطباء على فحص الطبيب الاول نفذ صبر الزوج وقام بتطليق زوجته كانت صدمة بالنسبة اليها وتشاء الاقدار انها لا ترضى بالزواج مجددا والزوج على الرغم من ذهابه لأكثر من عروس الا انه لم يوفق في الزواج بغيرها ويعود لبعضهما البعض مرة اخرى وبعدها تصبح الزوجة حاملا بتوأم ومن بعده توأم اخر ليصير لديهما اربعة من الاطفال ذكورا وانيثا فعليكم بالصبر احبائي والدعاء الى الله سبحانه وتعالى القصة الثانية رجل ثري على الرغم من كل الاموال التي يمتلكها والتي لا تحصى عددا وعلى الرغم من كل الظروف المهيئة له الا انه لم ينجب ولو طفل واحد كانت تتوق نفسه ليكون ابا ولكن ارادة الله سبحانه وتعالى منعته عن ذلك لم يترك طبيبا في كل دول العالم باسره الا وذهب اليه واستشاره واجمع جميع هؤلاء الاطباء باستحالة حدوث حمل وكان السبب في الرجل نفسه وليس في زوجته كما كان يعتقد في بادئ الامر ومر العام تل والاخر حتى اصبح عمر هذا الرجل تجاوز الستين عاما وفي يوم من الايام بينما كان يجتمع بعدد من رجال الاعمال ذوي المكانات الخاصة والوضع المختلف بالمجتمع كانوا يجتمعون لانهاء صفقة بالمليارات شاء الله سبحانه وتعالى ان يأتي احد هؤلاء الرجال بابنه الصغير للاجتماع واثناء الاجتماع بينما كان الجميع منشغلا بما يطرح ويقال جميعهم باستثناء الرجل المحروم من الانجاب وقد كان عليهم شأنا ورئيسهم بالاجتماع وكانوا جميعا يتمنون رضوه الوحيد الذي فطن لانشغال الرجل بالولد الصغير والذي كان يلعب حوله كان والد الطفل نفسه وقد حملته نفسه للتفوه بجملة للرجل المحروم جعلته يترك الدنيا بما حوت ويهيم على وجهه في الطرقات لا يدري شيئا قال له والد الطفل على الرغم من كل اموالك أتقدر أن تنجب طفلا مثله ترك الرجل المحروم كل شيء وبات هائما على وجهه يسير على قدميه وصار يسير ويسير حتى وصل لمكان أمامه كان منطقة زراعية وعندما شعر بنفسه نظر للساعة في يده فوجدها الثانية عشر منتصف الليل كل هذه الساعات التي مرت ولم يستطع تجاوز كلمات والدي الطفل فنظر إلى السماء ورفع يديه قائلا والدموع تنسكب من عينيه يا ربي إنني لا أقدر ولكنني أسألك يا قادر على كل شيء ويا رافع السماء بلا عمد أسألك أن ترزقني بالبنت والولد يشاء الله سبحانه وتعالى أن يعود لمنزله ليلتها وينام مع زوجته فتلد له توأما بنتا وولدا بعد تسعة شهور وحسب لم يدر هذا الرجل لم يدر هذا الرجل ماذا يفعل حينها ولكنه عرف طريق خالقه ولم يفارقه يوما حتى لقي الله القصة الثالثة مرت عشرة سنوات على زواجهما فذهب الزوج بزوجته للطبيب والذي أعلمه أن الحيوانات المنوية لديه صفر أعلمه باستحالتي حدوث حمل ولو حتى بإجراء أحدث العمليات التقنية كالحقن المجهرية لم يأس الزوج فكان إيمانه بخالقه قويا فهداه الله سبحانه وتعالى لطريقة اتبعها كان في كل ليلة يقوم من الليل كان في كل ليلة يقوم من الليل ما يقدر له الله سبحانه وتعالى وقبيل صليت الفجر يضع يده أسفل ظهره اعتقاده ويقرأ صورة مريم كاملة ويضع الله سبحانه وتعالى خالقه أن يرزقه الولد داوم الرجل على ما يفعل كل ليلة ولم يكل ولم يمل وكان قلبه معلقا بخالقه سبحانه وتعالى فأعطاه الله سبحانه وتعالى توأما من ثلاثة ذكور سر قلبه كثيرا وتعجب مما فعل كل من حوله وكان كل من يسأله ماذا فعلت ولا أي طبيب من الأطباء المهرة ذهبت يخبرهم بأنه لم يذهب إلا لربه سبحانه وتعالى فرزقه الله سبحانه وتعالى الولد بعدما كان هذا الأمر مستحيلا يقال أن هذه القصة حدثت بالفعل والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء والله أعلم سبحان الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اشتركوا في القناة